اشتركوا في القناة خاصة في محافظة بغداد كوليسة قطع الأراضي مثل الخدمات بلديات عندنا كثير من بلديات في محافظة بغداد تحت سلطة محافظة بغداد طبعاً أكو سلطة تهتم ببعض المديريات وأكو سلطة أخرى تهتم بها أمانة بغداد حتى نفك هذا الاشتباك طبعاً هو أصلاً بقانون 2008 أعتقد يعني بكر قانون سن 2008 كان يعالج قضية الحدود الإدارية وهذا الاشتباك فبالتأكيد نحن لا بد أن ندعو ضيوفنا كرام لأن أصحاب الشعن والمختصين بهذا الموضوع حتى نتعرف على ما هي العوائق سبل النجاح بتقديم الخدمات خاصة لأهمنا في محافظة بغداد اليوم ضيفنا لحلقتنا لهذا اليوم هو الأستاذ ياسر القريشي مدير بلديات محافظة بغداد نرحب بك أجبتها رحب أستاذ أنا سألنا دكتور شوانك أستخدم لك صالك بيترو مارس أي والله الله يخلي شكراً لك قناة الأيام على اهتمامها المتواصل يعني بتعرف المواطنين الخدمات شنو نقص الخدمات وين يكون يعني شرح بعض الأمور الخدمية للمواطنين وإيصالها بالشكل الصحيح شكراً لك قناة الله يفضل أيضاً نشكرك أستاذ ياسر الأمانة دائماً الأخوة بالعلاقات يقولون أكو تعاون كبير نطلب أحد الأخوان من المدراء البلدية يكونوا حاضروا دائماً يكونوا هذا شيء يحسب لكم لا بالعكس تقدمونا خدمة يعني الله شاهد يعني هاليوم احنا من نجي والمدراء يجون أيضاً رح يكونون قريبين عن المواطن رح يحشون بمواضيع يكون المواطن عند علم بيها أحسن ما يروح المواطن لدوائر الدولة ويجهل عمل هاي الدائرة ويجهل قوانينها ويجهل أنظمتها فهاي وسيلة من وسائل التعريف للمواطن عن الخدمات اللي قاعد تقدم له وشنية هي شون التم الأمور مالتها القانونية الإدارية بالعكس يعني احنا نشكر من عدك خارج أطار النص الإعداد هذا شيء هكذا أدر بك بعدك شيء بالعمل العبور الله الحمد لله والشكر اتنين هاتف صحة وعافلة الله يقول إن شاء الله ساب ياسر هللي ناس يمكن اللي أول مرة يشاهدون ساب ياسر من خلال شاشة الأيام نعرف مهامك في مديرية بلديات مغناط طبعا مديرات بلديات بغداد هي أحدى تشكيلات السابقة كانت وزارة الإسكان والأعمار والبلديات العامة عام 2009 أشتم تطبيق قانون فك الارتباط للدوائر الخدمية فكوا الارتباط للدوائر الفرعية التابعة للوزارة واللحقوها في المحافظات فببغداد يعني مثلا المجاري البلديات الخاصة كانت فرعية في وزارة الإسكان تابعة على بغداد ارتبطت وين بمحافظة بغداد وأصبحنا جزء من محافظة بغداد بعد ما كنا جزء من الوزارة بلديات محافظة بغداد هي أحد التشكيلات يسحولها الآن فك الارتباط من دوائر فك الارتباط حسب المادة 45 من قانون المحافظات اللي ناص على فك ارتباط الدوائر الخدمية من الوزارات اللي كانت مشمولة 8 طبعا بالمناسبة الآن أصبح 6 بعد عودة التربية والرصافة إلى الوزارات غير مرتبط طبعا بالضبط بالضبط فنحن الآن مرتبطين بمحافظة بغداد ماليا وإداريا وفنيا وكافة الجوانب حتى رقابيا رقابيا أيضا رقابيا أيضا يعني احنا صلنا أحد تشكيلات محافظة بغداد احنا اليوم نقدم الخدمات لأطراب بغداد للأقضاء 6 المحيطة بغداد وإن شاء الله اليوم نضاف قضاء الزوراء بعد إقرار من قبل مزارة التخطيط وإعطاء رقم حصائي أصبح قضاء رسمي تابع لمحافظة بغداد يشمل منطقة المعامل وحسينية المعامل وجزء من الحميدية والدسين والباوية وإلى آخر من هذه المناطق اللي واقع شرق القناة شترة تبعلي إذا صار نحي شترة تبعلي اليوم عملنا كمؤسسة بلديات تضمن المناطق المحصورة بالحدود البلدية هذا قانون دارة البلديات 165 لسلطة 64 تقديم الخدمات ضمن حدودها لكل بلدية حدود تمام فإحنا قدنا هذه الأقضية كل الأقضية بها المؤسسات بلدية لكن بحدود وليس على عموم القضاء كذلك أمانة بغداد بالمناسبة أمانة بغداد هواي ناس يعتقدون أنه متكونة من 14 بلدية هي أمانة بغداد بلدية وحدة هي بلدية وحدة لكنها بال 96 كانت الآن مثل بلدية الكراد وبلدية الشعب الآخر كانت هاي وحدات بلدية تابعة لأمانة بغداد الي هي بلدية وحدة صار بها تعديل بالقانون أصبحت مديريات عامة دوائر عامة وصار هناك وكيل بلدي ترتبط به هاي الدوائر ومن ثم تفرعت هاي لكن هي بالقانون هي بلدية وحدة لها حدود وحدة حدود أمانة بغداد فأمانة بغداد تخدم في حدودها المؤسسات اللي هي وين حتى الناس تعرفوا مرسمة موجب قانون مثلا تيجي منها على جهة المحمودية لحد الطوق حد الطوق الحد الطوق هاي حدود طوق مال الشعب يعني من بدايتها للطوق الحد يعني توصل للطوق هاي انتهت حدود أمانة بغداد هاي من المركز المدينة باتجاه الطوق انتهت هاي حدودها هي حدود أمانة بغداد تيجي منها لبغريب مجرد إذا القديم عبارة العامرية وحي الخضراء من توصل قرابة كلية الزراعة تنتهي حدودها يعني بلدية الغدير أمانة بغداد أمانة بغداد بالضبط بلدية الشعب أمانة بغداد آه فكلهم يشتغلون ضمن حدود أمانة بغداد نحن أدنى أيضا حدود أيضا للمؤسسات البلدية حدود لكل بلدية حدودها وأكو مناطق واقعة بين حدود الأمانة وبين حدود المؤسسات البلدية التابعة أو محافظات أو محافظات هاي شي صحول حدود إدارية يتبعان الوحدات الإدارية الموجودة في محافظة بغداد يعني مثلا خلي نقول على سبيل المثال حدود أمانة بغداد من جهة المحمودية لحد الطاق احنا نرجع ادنى اليوسفية وادنى الرشيد كل من بها حدود هاي المناطق الممتدة بين الطاق لحد المحمودية هاي حدود إدارية تتبع ناحية الرشيد وناحية اليوسفية وناحية المحمود وغضاء المحمودية فهاي تقوم خدمتها أقسام مختصة في محافظة بغداد اللي هي قسم الشؤون البلدية وقسم الهندسة يعنون بتقديم الخدمات لهاي المناطق بالإضافة إلى بعض المناطق اللي داخل حدود الأمانة ما تدخلها الأمانة بسبب قانونها يمنعها هاي هي مهمة البلديات ومحافظة بغداد تقديم الخدمات لمناطق الأطراف جزء منه ضمن حدود وقانون والجزء الآخر ضمن الوحدات الإدارية فمحافظة بغداد تعني بتقديم هاي الخدمات لهاي المناطق احنا نصح لها القرى والأرياف واضح القرى والأرياف هاي محافظة بغداد تقدم الخدمات قد أكو قسم الهندسة في محافظة بغداد معني لعموم بغداد يقدم المدارس الدوائر الحكومية تأهيل الجامعات هاي كله تقوم بمحافظة بغداد من خلال الأقسام المعنية لأدهي على عموم بغداد جيد على عموم بغداد هنا ما يصير أكو تقاطع مع أمانة بغداد وعمل أمانة بغداد؟ لا خاصة هذا القسم يعني لا 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 لأن أمانة بغداد تقني بتقديم الخدمات البلدية بالدرجة الأولى يعني اليوم أمانة بغداد ما تبني مدرسة ما تبني مستوصف أي متأهل جامعة ما تسوي دائرة جنسية ما تسوي دائرة جوازات هاي منو تسويها محافظة بغداد بالتعاون مع الوزارات المركزية طبعا وبالإضافة إلى قسم الهندسة في محافظة بغداد يعني اليوم مثلا خطت يعني خطتنا توضع بناء على الخطط الموضوعة من الوحدات الإدارية ترفع أن المحافظة بغداد يتم دراستها من خلال السيد المحافظ والكادر المتقدم من الدوار الخدمية ومن ثم تقدم إلى مجلس محافظة بغداد لغرض التصويت عليها وامرارها وعطاها الشرعية القانونية ضمن قانون المحافظات ومن ثم تدرج في وزارة التخطيط وثم يصار إلى العمل بها وحالتها من قبل المحافظة جيد إذن هنا استعرفنا حتى حدود عمل المحافظة يعني بعض الحديث الإسهام 90% أطراب بغداد أطراب بغداد أطراب بغداد أطراب بغداد مجرد الأبنية الخدمية على عموم بغداد أكو تعاون جيد أكو تعاون مثلا بعض الأمور تحتاجوني لأمانة بغداد مثلا بالدعم بالكدا صار عدكم ميش تعاون يعني للأمانة يعني أنا مريت بكثير من المراحل الخدمية وعلى كثير من وزارات ومحافظين كان جمود أكو بالعلاق جمود بين أمانة بغداد ومجلس محافظة بغداد ومحافظة بغداد المجلس محافظة بغداد هو مجلس لعموم بغداد قانون الأمانة منفصلة عليها ديوان رقابة المالية فقط وهي بمثابة وزارة يعني بدرجة وزير وزير واغتباطها بالمجلس الوزراء لكن بدون حقيبة وزارية صحولة فاليوم مجلس محافظة الدورة الأخيرة اللي كانت والدورة الحالية بدت الأبواب تنفتح مع أمانة بغداد بالأخص السيد المحافظة الجديد السيد عبد المطلب أول يوم اللي تولى بي وإيجابي أصر على فتح علاقة مع أمانة بغداد واليوم أكثر اجتماعاته سيد المحافظة وكذاك أعضاء المجلس يدعون أمانة بغداد بينما سابقا كانت ماكو هائلة كانت أكو قطيعة فعلا اليوم أمانة بغداد السيد الأمين يجي يزورنا ويجتمع ويانا ويشوف الحلول للمناطق المتآخمة لحدود أمانة بغداد الوكيل البلدي أيضا السيد رزاق اليعقوبي يعني كلهم متواصلين مع السيد المحافظة بصورة مباشرة لغرض تقديم الخدمات يعني إحنا يوم الأحد كنا بزيارة مشتركة الوكيل البلدي والسيد المحافظ إلى منطقة الدس يوم الحميدية أجرينا بها حملة خدمية إن شاء الله بعض مناشدة المواطنيين يكون هذه منطقة واقعة بين أمانة بغداد بين المؤسسات البلدية فاستعانوا الناس وقدموا بعض المناشدات السيد المحافظ رأسا شكل فريق مكون من الدوارق الخدمية زاء الدعا الوكيل البلدي أمانة بغداد وزمنا المنطقة والحمد لله اليوم تقريبا صارنا سبعة أيام لنعمل بها المنطقة وأيضا هي مشمولة بمشاريع شرق القناة اللي تم تخصصها من قبل إخوان أعضاء البرلمان بمبلغ 200 مليار خصصة ولهاي منطقة راح تصير بيها مشاريع خدمية وبنى تحتية كل ماتق شرق القناة بمجملها بمجملها من ضمنها مجسرات ولو بدون مجسرات فقط خدمية شو سرع إحنا إذا ما خطت صح ما تطعنيتات صح كل شغلنا راح يحشى علينا المواطن بعد يومين ثلاثة إحنا شنو سبب السياح المواطن أكو هاي الفترة بين 2003 إلى الاستقرار الوضع الأمني تقريباً 2010-2012 ها كانت ماكو تخطيط مجرد إحنا مثل ما تقول الدواري الخدمية والدولة تشارك تريد تقدم أبسط الخدمات المواطن ترقيعية بسرحة ترقيعية بسبب أوضاء العراق ووضع الأمي القائدة وداعش ما إلى ذلك هاي تعرف كلها توقف عمل الدولة توقف التخطيط المخطط للدولة اليوم رجعنا ده نشتغل بتخطيط ومهنية اليوم قضاء الزوراء استحدث أول خطوة ما بعد استحداث شي صلى لازم تصميم أساس اليوم السيد المحافظ أول ما إجاء أول ما أصر الأعلان والحمد لله كيميل والآن صور الإحالة التصميم الأساس لقضاء الزوراء تبعاً ايش راح تبعاً تصميم مجاري أي لأن احنا ما نريد نرجع نسوي شوارع نسوي أرسل وبعدين أفلش بعدين أفلش هاي راحت هذا الزمن بس قولي اليوم أكو خدمات بقضاء الزوراء أقول لك إي لأن المواطن ما ينتظر ست سنين أو خمس سنين ينتظر لا أكو شارع يمشي بي لا أكو مثلاً مي يشرب من عنده صالح يشرب لها فاليوم خدماتنا هي مثلاً المي دا نقدم لها خدمة أساسية دا نمي الشبكات أصولياً كذلك يعني المي وعوة تالي لازم ينمد أما الطرق مجرد طريق تعبيد عشر سنتين بغيت أنه بس سير الحياة اليومية أنه المواطن من يطلع من بيتها بالشتة ماكو أعطيان الطلاب يروحون المدارسهم على شارع نظيف من هذا القبيل يعني حتى بسؤال سريع جداً بما يخص القضاء الزوراء على سبيل المثال نعم تحدثنا به بشكل جيد شن المعايير اللي تخلون منطقة معينة تسمح قضاء كثافة سكانية طبعاً كثافة سكانية إحنا أدنا بقانون دارة البلديات استحداث الوحدات الإدارية والمؤسسات البلدية ومن ثم وبعد ذلك ألغية من قانون البلديات صار من ضمن قانون المحافظات فصال يعني لكل قضاء من يتوسع نفوسه ويزيد عن الخمسة وسبعين أو المئة ألف نسمة لازم يصبح قضاء ابتداء أصبح قضاء ومن ثم بعد ذلك تقسم إلى منطقة إذا أكو حاجة إلى نواحي قد يكون فقط قضاء مركز بدون نواحي بدون نواحي بالمتوسعات المستقبلية أي منطقة راح تتوسع تصل ناحية تصل ناحية فهذا هو الأساس لعملنا واستحداث الأقضاء يعني أكيد تمتلكون الخطة لانتدت تبحث عن استراتيجية وحتى تتفذي استراتيجية يجب أن يكون مؤهلات حتى للتنفيذ تكونوا قابل التطبيق خطتكم العام يعني يعني تعرف أنت الموازنة ثلاث سنوات ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين خليتوا خطحت توفقة إجت الموازنة أو ميزانية الدارة ما يتكون لثلاثة وعشرين ابتداء نبديها سنة سنة لثلاثة وعشرين كانت يعني المفترض إقرارها لكن كان غياب المجاسي البلدية والوجود انتخابات أجلت إلى ما بعد الانتخابات ليش ينأكو يعني أنه لازم يصادق عليها مجلس المحافظة خلوها بالقانون بالقانون فتأجلت وترحلت إلى ما بعد الانتخابات اليوم بعد ما إجاء سيد المحافظة وتولى المهمة بالقانون يقول توضع الوحدات الإدارية الخطط وترسل المصادق عليها من قبل المحافظة ثم أرسالها للتصويت لمجلس المحافظة هذه المراحل مرت بها خطة ثلاثة وعشرين والحمد لله مثل ما سمعت بالأخبار قبل عشرة أيام إلى أسبوعين صادق مجلس محافظة بغدار على خطة ثلاثة وعشرين والرسلت إلى وزارة التخطط منتظار إدراجها ومن ثم بعد ذلك التنفيذ كانت أولوياتنا وأوليات السيد المحافظة في خطة عام الفين وثلاثة وعشرين كذلك مجلس محافظة لإخوان مشكورين للمناطق اللي ما كانت داخلت لها أبد أي خدمة سواء في المناطق الريفية أو داخل المدن طبعا داخل المدن محكومة أكو بناء تحتية أكو خطة بلدية ما أكو بناء تحتية ما أكو خطة بلدية مثل ما قلت لك بداية كلامنا إحنا بعد ما نرجع نغلط نفس الغلطة وقدم خدمات بلدية بدون بناء تحتية صح فاليوم إحنا قدنا أربع مناطق وحيلة من قبل المحافظة للمجاري هي أبو غريب والوحدة والنهروان وسبق البور أهم شيء النهروان لأن مأساة حقيقية بصراحة طبعا أنا جبتها يعني أنا بصراحة من رشحت للانتخابات أمانة يعني حقيقة مأساة ليش أستاذ لأن هي أصلا المناطق إذا ما بيها بناء تحتية تصبح بائسة أكيد إش قد ما تقدم بيها إش قد ما تتعب بيها ما يبين بيها وحتى المواطن أحتي كاسر أنا واحد من المواطن يعني أنا قبل ما أكن مسؤول على المواطن بتأكيد من أطلع وشوف الإطراب الشارع والمجار خارجي خارجية وكذا وكذا وماكو بيها اهتمام حتى ميصن لواهي سأحسن بمنطقتي ميصن لواهي سأحسن بشارع اليوم من تكتمل عسى أضرب لك مثال وشوف اليوسرية شوف اللطيفية شوف المحمودية شوف المدائن شوف جسدي يالك الآن الحسينية يعني إن شاء الله هالسنة يعني حيكتملتها المناطق بالضبط اكتملن جميع البناء التحتية مالتها يعني وبدأ البضاء الاقتصادي تحسن بدأ الأسعار ترتفع يعني اليوم لقارات قصدك ايه طبعا طبعا هي هاي هم سيئة عم سيئة بسرعة احنا رجل ناس اتروح لها انه بجملة كل ما نقدم الخدمة المنطقة ايه بتأكيد ترتفع رأسي ما شاء الله يعني هاي يعني شاء الله إيجابية بس نفس الوقت احنا رجل نحسن هاي المناطق على مجسر انصر جذب للمواطني صح انصر جذب يعني حتى يخفف يعني حتى السيد المحافظة بكل اجتماعات يقول تدرج ابديها خدمات خدمات بلدية اساسية ومن ثم كماليات المنطقة صح يعني يوم انا ما اجي مثلا اضيع فلوسنا على صبخ شارع على فسفورة لا ما احترام هي كلها مريودة صح بس انا عندي شارع ما معبت وبيه خدمات مجاري ومي اسوي هاي لو اسوي هاي هاي هي هاي هي هاي هي مهم وكو اهم بالضبط هاي هي الخطة الاستراتيجية اللي وضعناها كمالي والسيد المحافظة يأكد عليها بكل اجتماعاته والرجل متابع جيد للأوانة يعني مو مضحن بي او فتشي يعني لان هي تمشي القافل اسواء كذا وكذا هي ماشية بس الرجل دائما يحثنه ومن يوم الاجلسة يعني يعني يأكد على المناطق المحرومة الموازنت كفيكم حسب المرسوط يعني حسب ما مرسوم إليها والله 23 لا اعنى اشكيا الصراحة كمحافظة بغداد وقيمة المشارع مالتها 400 مليار الجديد لا بغداد كبيرة خدمات نقص بها كل شي كبير وخاصة محافظة بغداد تقريبا 30% تروح من موازنتها الى امانة بغداد تحول اه اهي وبغداد يطهى المحافظة على عموم حموم المحافظة فالجزء يروح لأمانة بغداد اللي هو مقدارة 30% ليه اشياء امانة بغداد ايضا ادهم موازنة اي فالجزء يبقى 70% للأطراف و30% للأمانة بس تردتكم منافذ اخرى جباية جباية يعني مسد هالخدمات لا بالتأكيد راح تكون رافض جباية الأطراف مو مثل جباية المركز يعني الناس هناك معدومة للأمانة الناس فقرة يعني ما قد امكانية المركز العاصر ولا اكو مثلا اقتصاد قوي بالأطراف يمكن المواطن دفع جباية سمرات يعني قيم دعوة على المواطن مواطن لا يدفع جباية يعني اليوم من اجي اريد احاسب مواطن لازم اوفر لكل شي لازم اسوي له تنمية مكانية بالضبط اكمل كل الاجراءات يعني قدر على الاقل قداء بالدفع حس المناطق اللي اكتملت البناء تحت يمالتها المواطن يساعد ويد دولة بدأ يدي واجبة حقيقة بدأ يحافظ على ممتلكات الدولة لانشاف الدولة فعلا التزمت وقدمت لها عسا اجي دورة للمواطن هي مو كل شي دولة ترى بكل العالم ما كو اليوم نظامنا قوانين الاشتراكية قوانين التي تعدلت مالزمة الملوكية وتعدلت الاشتراكية انه الدولة متكفلة بكل شي لانتطلع برا العالم ما كو ترى دولة 42 مليون او 45 مليون نسمة تقود هالدولة هي توفرها كل شي ما عالم ما تقدر تنهار تجي يوم ايام اضرب لك مثال اتحاد سوبيتي شكرا نعملها منهار الدقيقة ليش بعد ما يقدر يقدر يقدم الناس وهس التهم استاذ ياسر هم اسمع المواطن يقول لك لماذا قدمت للدولة يعني كنت لك المناطق اللي تقدمت بها خدمات بصورة صحيحة بدأ المواطن يدع انه الدولة قدت ما عليها من واجب حسا تبقى واجبات تبقى واجبات المناطق ما بيهبون تحتها لا والله ما اقدر احاسب مواطن للامان انا اقول بالهواء يعني لازم انه حاسب لازم انا مفر بس مو مع هذا اخلي المواطن انه كيف لا ما اكو اياد اكو حدود لازم مواطن لا يعبرها القانون القانون يبقى قانون وقوة القانون هي زهار الدولة يعني الله شاهد كل ما يقبل القانون تزهار الدولة فانحنا مو نشجع بكلامنا انه روح يا مواطن ما عندك خدمات بكي بك لا ما كوي انا صح اليوم جزة عاطفية مسألة مسألتين بس لازم اهم ان القانون يطبق مكتص قبل الايام سمعنا كوشتما كان رئيس الوزراء مع مختصين خصوص تحويل جنس الاراضي الزراعية الى السكنية قرار 320 سنة 2022 جيد هذا يعني يشمل كل المعاطق الزراعية هس الناس صار تبعير بصراحة زيان هالمعقول مثلا نساء ندع السنة خوف يمكن انتقدوني الناس قاعدين بالمعاطق الزراعية هالان اجي بكل احوال اجي منطقة الزراعية وادم لك مثلا اجي اشيل والله يعني انتقار نخلش كبرى اجي بشفل اصفر طيق نخل وشالها حول الى مناطق السكنية يعني هل هو هذا القرار يعمل على تعزيز ثقة ثقافة الغال زراعة المناطق حزام الأقبار بتحويل أبنية سكنية لو شنو القرار شفا ساني قلتك ياحلي مرات زاعد المواطن بس يبقى القانون قانون اليوم منصدر قرار 322 صدر بشهر 12 عام 2022 كان فتح باب مجال 90 يوم لتقديم الطلبات للمعنيين والمشموليين راح تتركياهم انتهى 1-4 تم اخذ صور طضائية جوية بتاريخ 1-4 لجميع المناطق المشمولة خلاص قفلة بعد لو هس تقوم القيامة كل منضاف بعد 1-4 مرحيدة 2023 صورة فضائية اخذت زاعدت طلبات قفلة رابط مالتها بعد ما يدخل حتى تتلاعب الداغرة بعد ما تقدر تتلاعب فهاي جزئية الجزئية الثانية قرار 320 وضح بتفاصيل منه المشمول جميع الأراضي المملوكة للدولة المملوكة للدولة الزراعية وغير الزراعية باستثناء أراضي النفع العام اللي يجي عرفها أيضا وفصلها النفع العام منه المدرسة المستوصف مركز شرطة مركز دفاع مدني محرمات النفع محرمات الكهرباء إلى آخره من أي أمور أراضي تقول بالنفع على المواطن هذا ما تتحول هذا ما تتحول هذا ما تتحول مثلا أنا في منطقة طبعا بالمناسبة و320 فقط داخل حدود البلدية الداخل ضمن التصميم الأساس للمدن هنا في بغداد مثلا كل بغداد سواء بالأطراف أو مركزة هسا مثلا منطقة سكنية نعم أكو تجاوز مثلا عليها هاي المنطقة وفق التصميم موجودة مركز شرطة مثلا مدرسة هسا مو هاي يوم وبناء كامل ما يملك رح يجي يوم يقوى القانون بعد أكثر وأكثر رح نقل حلول الجذرية للإخوان بالعشوائيات والتجاوزات إن شاء الله أكو قانون رح يطبق ضمن قانون التجاوزات رح يصير بمساءلة قانونية رح يصير بحبس رح يصير غرامات مالية وبعد هاي ما أكو إنه يجي المواطن بس بالمقابل يقول لي بدون هاي تقديم حلول لا أكو حلول مقابلة صح لازم أكو حلول أكو بدان فوضعنا بالحلول سواء محافظة بغداد السيد المحافظ حاليا دايشتغل عليها زائدا مطابقة لمنهج الحكومة اللي هي المدن الجديدة آها أنا اليوم لازم إذا أخلص لي من مشكلة لازم أعيقالها ألاج للمشكلة أجي أفككها مرة الأراضي أصلا إذا صار تحديث للتصميم هي رح أصد السكن أكيد هي أورا دي آني بعد لازم أحولها السكن يعني وين يروحون المواطني وين يروح لازم إنه تتحول السكن بالتصميم هاي أجي عالجها أقدم لها خدمات وأسويها مناطق نظامية ومن ثم يصار إلى تمليكها للمواطني بموجب قوانين وأحكام وضوابط وتعليمات هذا العملنا عليه السيد يقول لك وين عملت عليه سيقول لك الجهد الخدم اليوم الدولة قاعدت تشتغل بأدة محاور بس الجزء المواطن ملامسه مدى يعرف بس مرة يقول لك شنو عشوائيات تتقدمو لها خدمات شنو هاي جزء من حل أزمة السكن أيو وينقول لك أنت كومناطق سكانية ما بيا خدمات تروح لعشوائيات مثلا أنا اليوم اجيت من هاي أشوائيات حولتها إلى مدينة نظامية أنا اليوم حليت أزمة السكن ليش حتى المتجاوز شان خاي شين كوات صحيح طابوقات محلوة منظر مقز اليوم مني شوف هذا المواطن هاي رح يرجع ابني وصولي وهي رح تملك بمبالغ رح تقول إيرادات للدولة شون 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 تملك مبالغ هو قع عادي وصار تملك بعد يعني رح يتفعي فلوس طبعا شون لحدها نطير نملكي كياه وطيك سند باسمك مجانا ما كويش وذا واحد ما عده أقصاط أكويش فكرة هي موجودة 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 بالقرار يعني أطراف تبيعوها على سعر الرسم ما الدولة متر بألف مثلا يمكن لا لا ما كوي يعني أقرب شي أقرب شي رح يصير يعني على تقديرات التسجيع عقاري تسجيع عقاري أه على تقديرات تعلق دولة شوف هي وصح شارعوا لقانون 21 بالقرارات 32 لازم اللجان التقدير لقانون بيع وإيجار مال الدولة هي اللي تقدر ألوان الشيء صح تقدر لازم بالسعر الحقيقي تخمين التخمين بالسعر الحقيقي وليس بس قلني اليوم هاي الحالة رح من يجي اللجان التقدير تقدرها هل راح تقدرها بالسعر الحقيقي أنا واحد منها سأقول لك لا راح يتعاطف إلى المواطن يأخذ الحد الأدنى الموجود أدد الدولة لكل منطقة سعر طبعا مسجل أدد الدولة فالشيء بسيط يضيف ثم يصار إلى تقديرها فإحنا ما أخذين بالحسبان هاي الأمور كليتها مع الدوارع الخدمية فهاي كلية تشتغل بها الدولة كبرنامج حكومي مساندة الوزارات المركزية زاد الحكومات المحلية طبعا محافظة بغداد من أشد المحافظات اللي دعمت البرنامج الحكومة والجهد الخدمي والهندسة هي الوحيدة في العراق اللي منحة الجهد الهندسي مبالغ مالية ودخلتها ضمن خطتها اليوم وعدنا تقريبا ما يقارب 22 منطقة دي أعمل بها الجهد الخدمي تموها من محافظة بغداد أها طبعا موانا توقعت بينوكم موازنة من رأس الوزراء يعني مو ديش موازنة مو موازنة عملاقة قعدنا احنا بالجهد الهندسي يعني طبعا أسمعت 8 ترليون أتوقع لا يا بالله أسمعت لا والله لا 200 200 200 مليار 200 مليار اي هاي كل الشغل يعني حتى ترليون موازنة لا والله هذا الشغل بدي نشتغل بعد ما أكليكم أكليناك لا والله هذا الشغل كله بدي نشتغل احنا بالمية ليش هذا لأن عدة دوائر خدمية قاعد أنا مثلا أضو فريق الجهد الخدم الرئيسي أنا شعدنا فريق رئيسي مكون من 21 عو موجودة سيدة المحافظة بغداد وأني أبو العقارات سناجة أبو الحشيد الدعم اللوجستي والهندسية ويانا مثلا أدك الهندسة الأسكرية عمليات بغداد شركات الإسكان وزارة النفط وزارة النفط وزارة هاي كلية نحن هذا العضو الرئيسي سوى نحن سوىنا فرق محلية لكل محافظة فرقة محلية يرأسها أما معامل محافظ أو الأجدر بالإدارة من أحد الدوائر كمدراء دوائر أو مهندسية يعني المركز مصغر بالضبط بالضبط هاي إحنا نتخذ قراراتنا بالأغلبية أي نصوت على الأولوية على الأولوية ومن ثم ترفع إلى دولة رئيسي وزارة يصادق عليها ونجي ننفذها شون ننفذها؟ ننفذها خلال وجود آليات لدينا إحنا كدوائر خدمية وجود موارد بشرية يعني العاليات وفق عملكم كافية وحتى الموارد بشرية؟ والله دعنا نتعاون كليتنا وبالأخاص يعني الأخوان بالحشد موقع الصديق للأمان للأمانة يعني واحد ينقلها أخ شيخ أحمد المالك أعتقد بالضبط هيا الله هم استضافينا الرجل كليتهم كان جاد جدا حتى كان قبل الأستاذ نعمة أبو علي كوفي طبعا كان هو الشرارة لهم طلع الجهد أبو علي كنا أول ما يعني تأسس الفريق مجرد إحنا موارد بشرية قاعدين 21 فالأخ أبو علي كوفي بادر بسحب آليات الحشد وفعلا رأسا نزل للمناطق وآليات كثيرة جاء بنا ومن ثم نزل للعمل والآن شيخ أحمد أيضا ما مقصر أمانة وين ما نقول للرجل قال الآن سدات شتري دون آليات لنكو تعاون طبعا أبو النفط أيضا مقصر من جهة أو الهندسة العسكرية فريق حاتم المكسوس أيضا الرجل يعني ما دي يقصر نهائيا وين ما اليوم من بغداد إلى الناصرية من بغداد إلى الناصرية ديوانية كملتوها السماوة بعدكم قاعد نشتغل قاعد نشتغل هيا أول مرة تدخلوا للناصرية الناصرية أيها أول مرة أسألنا مشروعين فقط بالناصرية دي يشتغل بهالجهود الآن رح تدخل أمانة بغداد أيضا رح ترسل محافظة بغداد رح ترسل أبو النفط رح يرسل أبو الرأي رح يرسل يرسل كل من حسب اختصاصها كل من حسب اختصاصها أبو الحشد رح يرسل آليات هاي كلية كونا فريق بتوجيهات رئيس الوزراء رح يروح هذا الجهد للناصرية يتعامل مع الحكومة المحلية للنزول بالمناطق الأشد محرومية لتقديم الخدمات لمحافظة خدمات أنا اللي يعرفة عن جهد الخدم الهندس الحكومي هي مو عملية ترقيعية لا لا خدمات متكاملة متكاملة كنا تحتية إلى آخر شيء كاملة مجاري ماء تعبيد طرق إذا طبينا المنطقة وليقينا كهرباء همون نظامية أيضا كهرباء نظام سوي له بالكامل هو مضمن منهاج الحكومة أعتقد نعم يسوق له البرامج الخاصة منهاج الحكومة برامج خاصة ماكو برنامج وزاري ها برامج الخاصة برامج الخاصة بها أدت أبواب يعني ليس فقط الجهد الخدم بها صندوق التنمية بها الأشد محرومية يعني كثير من التفاصيل موجودة بها البرامج الخاصة راح نوصل إلى نقطة مهمة الناس تسأل عنها وانا حجيتها بتقديم الحلقة توزيع قطع الأراغ يعني تعرفها الكذاب السكاني والانفجار السكاني في الأراغ ها بادرت ومشارة أمل كبيرة من يكون ولا هم الرجال اللي يستشهدوا صح بالحرب على داعش والقاعدة وكثير من الحروب ما يتعوضون لا ما يتعوضون لكن الأمل إن شاء الله بالشباب والقادم إن شاء الله يعني شوف إحنا في ما يرسل والعراق ولات لكن إحنا نقول هذا يعني مش خير أن يكون كثافة سكانية أن يرتفع نموز سكاني إلى 45 مليون شيء إيجابي لكن في المقابلة رح تكثر عمليات الخدمة تكثر الواجبات المكلفة بي الحكومة وهذا المظم من الواجبات رغم إحنا صار حديث على قضية بأنه بعض الدول بد بالضغط على الحكومة المواطن هم يكون قطاع خاص شركات الاستثمار الممكن تدخل لكن هسا علاعة خكم هذا العدد الكبير شو رح تتعامل إحنا خاصة إراقيين أول ما نوع للدنيا ريس سيقف يقوينا مئة بالمئة نبدأ شغلنا ندوق لما الله يقول لنا بس على شراء البيت هذا حلم العراق وإذا عبد الحلال شوي صعب صعب هذا حلم العراق وكل نسأل هذا الموضوع من حق أي مواطن أنه يكون البيت يعيش بيه مرتاح بيه ما كو أجار يعني تدري كل مدى تتقدم الحياة ده تصعر طبعا هي عالميا لإقتصاد صاعد وليس فقط بالأراضي اليوم تيجين يقولي توزيع أراضي توزيع أراضي بغداد تختلف عن المحافرات بغداد بيه كثرة عشوائيات يعني آن اليوم غيرت تصميم مرتي مؤسسات البلدية ومدى أوصل للأراضي الفارغة هذه حدودنا شكوا وراها صارت مدن تجاوزات أنا بقانوني مثلا من الصنف الأول الرابع كل من إلى حدود أتوسع بيها مثلا من الكيلو إلى ثلاث كيلوات حسب أصناف البلدية فمن ده تتوسع الكيلو أو ثلاث كيلوات هي مدن ده تتوسع على مدن مدى تصير أدنى أراضي تعرف أنت التصميم يميش وكيد كل 25 سنة صحيح قانوني زينا إحنا خلصنا تصاميم 50 سنة يمكن 25 لا لا إحنا خلصنا 50 سنة تقريبا مو تصاميم لا لا إحنا حدثنا أطراب بغداد عام 2015 آه أي بس يعاد كل 5 سنوات مو يعاد التصميم النظر بي بالضبط بالاستعمالات التعديل التعديل هذا الاستعمال كان جزء غلط خله سكني هو لازم وأبارة عن تحديث تحديث بالضبط انصح للتحديث التصميم تم فاليوم أنا منها 25 سنة ما عندي قاع أظم لأي واحدة من البلديات ليش لأن دائر المدائر يمدون بالأطراف يعني من تيجي جزء ديالة جزء ديالة محكومة هنا بمانع السحولة طبيعي هو الخط السريع نهر ديالة نهر ديالة نهر دجلة وكو محرمات محرمات نهر دجلة بالأضافة إلى قضاء المدائن صحي بين جزء ديالة وقضاء المدائن عندك أربع مناطق تعادل جزء ديالة وأكبر من جزء ديالة اللي هي الوردية الجعارة الكعبي أكبر من جزء ديالة ومن المدائن نفسها إذننا نتوسع ما كدر نتوسع وقت الجزء ديالة محصورة هذه واحدة من الأسباب اليوم عدد الطلبات مليون وثمانمئة وصل ما يقارب رح يطخل خمسين ألف مليون وثمانمئة وخمسين ألف فقط في بغداد فقط في بغداد يعني عسى نحن نريد نذكر أعداد الشهداء والجرحة اللي هي عندهم نسى يعني الناس تنصدم أهوفها شي يعني مهول ببغداد أعداد مهولة نعم وتجبتها إنه الشهيد ميت أوض فعلا الشهيد ميت أوض يعني مو هذا تعويضة بس نحن نقول هاي تبقى فتشيل الأطفال أطفال فاليوم الدولة شرعت في بغداد فألت شوف أول محافظة فألتها محافظة بغداد هي المدن الجديدة لأن المدن الجديدة هو الحل الأمثل لحل أزمة السكن ببغداد البناء العامودي يعني خصدك لو أفقي عامودي وأفقي المدن الجديدة تحويلك ليش نصرح لمدينة حالة حالة هاي المدينة متكاملة متكاملة مثل على الورد المشروع والجواهري والجواهري بالضبط اليوم هسا بدأوا اليوم الحمد لله شرعوا بالعمل تحريات تربة تسويات أراضي خرجة التصاميم بلشوا بالعمل تعاقدة الجواهري تعاقدنا عليه علي الوردي تعاقدنا عليه اليوم قدنا أيضا احتمال باتجاه الحسينية وديالة جزء من ديالة أيضا رح يصير مدينة يعني احنا ترى مو شرط إنه في بغداد يجوز تشارك المدينة بيننا وبين المحافظة المجاورة تمام فاليوم الأراضي يعني أكذب عليك إذا أقول لك نقدر نلبيها في بغداد ثانيا أوزع أرض بالعراء شرح يستفاد المواطن رح تبقى حالة حال أراضي النهروان موزعة من ستة الخمسة وسبعين والسبعين لغاية اليوم أنا المدينة ما بيها خدمات رح تجي هاي الموزعة بالعشرات الآلاف من أراضي خدمات من مدينة ما بيها خدمات جهد ماذا حاليته قضية الساب ياسر نعم مثلا أنا أدي قطعة دقاء مثلا بالحميدية أو فوق من الحميدية من مهام عملكم هي أعتقد الزهور مو يسمون هاي البلدية لا الزهور هي قبال الراجدية ها قبال الراجدية يعني يعني معنى نقول بهاي المنطقة اي أنا أدي قطعة دقاء أوصل أتفاجأ أتجاوز عليها شو تحلو ليها أنتم بلديت صراحة لو صراحة صراحة ما يحلو الكياح البلدية يحل الكياح القضاء هاي ملكية شخصية الملكية شخصية مثلا يا ستا يوم أجيت تبيتك قاعد ببيتك جا واحد دخل على بيتك وقاعد بي ما يطلق اي شي تسوي له تروح لأبو البلدية قل له واحد لا مستحيل حسا مرة عشاري إذا مرينا بالقانون بس إذا قانون لازم القضاء قضاء قضاء فهي طبعا هوي القضاء على التلبية موضوع طبعا يعني كثير من قطع الأراضي رح شبس أنا قدنا بالمدان 73 بستان مناصفة مع المواطنين جزء مملوك للمواطن جزء الدولة جزء للدولة أغلب المواطنين تجاوز على مال الدولة وعاف الجزء مال اليوم أنا قدي 73 بستان كل بستان ايش قد متجاوزين عليها 20-1 30-1 لازم أنا قيم 30 دعوة على كل دولة المواطنين صالي أنا تقرب ما يقارب 6 سنين مع بلدية المدائن ولسا ما مكملين كل الدعاوي ليش 73 بستان وتخيل العدد المهول من الدعاوي فإحنا كل سنة نقيم دعاوي على جزء من المتجاوزين فهي فعلا أكو ثقل على القضاء راح يصير بهذا صحيح أدكم مشاريع مستقبلية أنتم كبلدية برداد طبعا محاول برداد نحن مشاريع المستقبلية إكمال جميع المناطق اللي بيها بسوح الواقع راح بالواد كساب لا لا ما سوي كامر وربيع لا لا شوف شوف حازم أنا يمكن مرات يقو يعيبون علينا يقول تشي شو طيقب طواب العمالة يعني هاي حقيقة اليوم احنا المجتمع العربي أغلبيته هو على فراش يقول لأ ما بيك شي بلح تقوم يا بخلي شاهد على خلي دعي خلي كذا والله فإحنا مرات يعني نحشي الحقيقة أحسن يعني النجاة في الصدم أحسن يعني احنا اليوم مري ننسوي القمر وربيع وقل لك يشرا قلتك ياها أنا قلتك احنا اليوم ما أقدر أدخل بالكماليات إذا ما أكمل البناء الأساسي يعني مثلا اليوم قلتك يقول لي ما أكو متنزهات ما أكو مناطق ترفيها بالأطراق وحقول لك ما أنا قطيت مي للناس حتى يسوي على المدعجة أنا أذب مي بلقاء وازقي الزرق وازقي كذا خل نحشيها صراحة حسن مرات جزء نحشيها ألا للمقربين أدنا بس اليوم هاي فرصة قناتكم الطيبة ويمكن الناس تتفهم هذا الموضوع اليوم نحشيها بصراحة وبصدق يعني إن شاء الله تتفهمنا وتصبر علينا الحد ما نقدمها الخدمات مشاريعنا المستقبلية قلت لك راح نكمل ريد نكمل كل المناطق اللي انشملت بالبلن التهتية المجاري المددخلين التعبيد الطرق والأرصفة الى آخره ليش لأن ذا تركها تتدمر مجاري تتدمر صارت إذن حالة الحسينية انتهت مجاريها واكتملت شبكات المحلات اجت داعش توقفت المشاريع توقف التمويل صارى الاندثار كم سنة توقفت من 14 لغاية عام 2020 أو 19 ست سنين مجاري الأطيان عسدا نشوف الويلات من مجاري الحسينية فبقوا هاي يعني اليوم اذا احنا منواكب ونشتغل صح كلها ترجع عليك عكسية حتى المنطقة قدمت لها خدمات سترجع عليك عكسية صحيح من هك توفيق يا ستادي أسر أسف ليند يقول المخرج خلص مختلف شكرا لك شكرا لهذا التوضح الكبير على صراحتك المتناهي لا متناهي بسرعة وموافق بعملك ستادي أسر سعيدين مرة أخرى باستضافتكم الله يبارك بيك شكرا شكرا بنات الأيام وطبعا يشهد الله يعني كلش الشكر من أدكم أنتم مواكبين مواكبين لأن تقدمون خدمة للمواطن بتعريفة على الخدمة التي توصل لها جزاك الله خير سعيد إن شاء الله نهم ندعو مدارع البلديات لتوضع عملهم خاصة جزاك الله خير الأستاذ ياسر القريشي المهندس ياسر القريشي مدير بلديات محافظة وآخر شي أريد أمير القناة أنا أتمنى أنتم همين يكون أتكم تواصل مع المواطنين شكوا مناشدات من المواطنين نحن نتقبلها جزاك الله منعتكم ونعمل بموجبها وطبعا يأكد عليها سيدي المحافظ أي قناة أي جهة ترسل لنا مناشدات نحن لازم ننفذها فهي هم باب من الأبواب لكم أنه المواطنين يناجدوكم وتحولوها إنه وإحنا حاضرين ممنونين متفضلين شكرا لك شكرا على هذا المبادر شكرا جزيلا إذا مش هادين يكرروا في ختام الحلقة تقبلت حياتك على البرنامج وأنا معدوم مقدم البرنامج حازم الحرب ألتقيكم بإمني تعالى يوم السبت القادم في تمام الساعة التاسع مساء في أمان الله وحبه اشتركوا في القناة